تعال نبدأ الأول بالدوري بما أن النهاردة كان قرعة الدوري المصري الممتاز ونهاردة كنت تبقى تكلم على أمنيات نفسي شوفها في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد عشان نشوف حاجة إن شاء الله تبقى أقرب للمثالية مش هيبقى مثالية بس هي أقرب للمثالية نفسك تشوف إيه في الدوري الجديد نفسك تشوف إيه مشاكل مش عايز تبقى موجودة نفسك تشوف إيه إضافات نفسك تبقى موجودة طيب خلينا نتكلم نفسي أشوف إيه نفسي أشوف مواعيد مباريات ما تتأجلش حلو يعني لما إحنا النهاردة وإحنا عاديين النهاردة نقدر نقول مثلا إن مبارات نادي خلينا ناخد مثلا مثلا المقاولين هيلعب البنك الأهلي في الأسبوع الخمسة وعشرين ولا السبعة وعشرين يوم كذا صح فدي نفسي إنها تكون موجودة حيل ما يبقاش فيه مؤجلات يبقى فيه نظام على الأندية كلها ويبقى فيه مراعاة طبعا للأندية الأربعة اللي بيلعبوا بطلالات أفريقية وبيمثلوا مصر سواء الزمالك وفيوتشر في الكونفيدرالية أو الأهلي وفيرمز في أبطار طب قبل ما أكمل أمنياتك أنا بس النقطة دي دايما عندي خلاف عليها وأشوف رأيك فيها إيه وأنت كنت راجل بتضرب الأهلي وكان عندك نفس المعاناة يجي الأهلي يبقى عايز يعجل مباراة عشان عنده مباراة نهاية يكون مثلا عنده أسبوع أجازة أو خمس ستة يام أجازة فيقولك لا بس أنا عايز أعجل تاني أو عايز فترة أزل من كده وأنا بمثل مصر الزمالك إيه نفس الأمر أنا عايز فترة زادة عشانا بمثل مصر دايما الجملة المشهورة كلنا بتتقال يعني دايما الأهلي والزمالك بيمثلوا بفعلهم بيمثلوا مصر بس بيبقى عايزين تعجيل كتير لا هو أنا النهاردة في ظل في ظل الموضوع تطور أهو يا كريم يعني خلينا نتكلم على الأهلي بيتسافر سفريات وكلها دلوقتي بطائرة خاصة صح وبالتالي إنت زمان كنت بتسافر 24 ساعة زمان كان بيبقى عندك مطش مثلا يوم الحد بتسافر من يوم الاتنين يعني بتسافر قبلها بستة أيام صح لأن إنت بتاخد يوم أو يوم ونص في السفر وبعد كده وعبل ما توصل وتريح التمرين وكده لكن إنت النهاردة لو إنت مباراتك يوم السبت أو الحد بتسافر يوم الخميس صح تروح بتتمرن تمرينة أو اتنين وتلعب المباراة وبعد المباراة على طول بتاخد التهارة بتاعتك وتنك راجع صح فاللي أنا عايز أقوله إن أسبوع كتير يعني الناضي الأهلي ناضي الزمالك ناضي بيرامدز ناضي فيوتشار الأربع عندية أنا شايف كفاية قوي ثلاثة أيام بعد المباراة يعني أنا لعبت يوم الحد مثلا لو لعبت الحد بره ملعبي ممكن نلعب الأربع مثلا يبقى أنا عندي اتنين وثلاثة راحة الأربع حتى ممكن لو اديته اتنين وثلاثة واربع يبقى على لعب الخميس مثلا إذا وصل نهائي يعني لو مثلا الأهلي في السنوات اللي فاتت يمكن على مدار آخر أربع النسخ وصل ثلاثة نهائي صح ففي الحالة دي ممكن اديله أسبوع بس ده إيه هو أصل إحنا مشكلتنا في المؤجلات إنه هو مش مرة أو مش أسبوع واحد بس المؤجلات بتحصل كتير أيوه المؤجلات بتحصل بسبب حتى يعني حاجات بعيدة عن الأهل والزمالك إحنا قعدنا الدور اللي فات ده فيه فترات طويلة قوي ما فيش أي ارتباطات دولية ولا أي ارتباطات أفريقية صح وبص ليه 17 يوم ما بتلعبش فيهم دوري طب ليه السبب يا جماعة يعني إحنا ليه يعني فيه إيه واخدين أجازف بلنا رايح شوية يعني كده ناخد نفسنا وفي النهاية خلصنا الدوري واحد أغسطس متأخر عشان كمان اللي أهلي كمان اللي عاب بعض المباراة كتير